أهلاً أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في حديثنا عن شهادة المسيح لصلبه وعلى فكرة يعني إحنا بس مجرد عم منلمس فقط السطح مش عم ندخل في كل آية لنتعمق بأهميتها وتتميمها يعني شيء مزهل جداً ويعتبر إعجاز معجزة تتمت كل هذه الآيات حتى هو وعلى الصليب وضح الفكرة أنه جاء ليموت حتى بعد القيامة في تلميذين يسمان تلميذي عمواس في لوقة 24 وسمعوا أن المسيح حتى قام وما استنوا يبحثوا في هذا الأمر وكان عابسين وجهم يعني مكتئب جداً بيتكلموا عن يسوع المسيح كان مقتدراً بالأقوال والأفعال ومعروف ولكن بيقولوا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدئ إسرائيل طبعاً ما استطاعوا يهضموا يستسيغوا فكرة أن المسيح وعظمة المسيح أن يموت على الصليب فلهذا السبب تركوا أرشاليم مسافة 11 كيلومتر لعمواس ولكن كل شخص باحث لا يتركه المسيح ظهر لهما يسوع المسيح وسألهم عن الموضوع وقالوا شو أنت وحدك متغرب مش عم تسمع الأخبار والدنيا قايم وقاعد شو اللي عملوه في يسوع الناصري وطبعاً الرب يسوع وبخن وقال يعني ابتدى يستخدم المكتوب من التوراة والكتب والأنبياء أنه ينبغي أن يتم المكتوب عن يسوع المسيح مش بس تلميذي عمواس بعد القيامة واحد من التلاميذ المسيح ظهر للتلاميذ في العلية واحد من التلاميذ اسمه تومة ما كانش موجود وطبعاً مش قابل يصدق شهادة التلاميذ أنه الرب ظهر لهم فقال هذه العبارة إن لم أضع يعني كان عاوز يحط إصبعه في جراحات المسيح فظهر المسيح في الأسبوع اللي بعده وقال له تعال يتمضع إصبعك في جنبي ولا تكون غير مؤمن بل مؤمن ثم أطلق هذه العبارة قال ربي وإلهي لأنه رأى المسيح المقام وحتى ظهور المسيح للتلاميذ سواء في العلية أو على بحير الطبرية دائماً يثبت أن يلمسوه لأنه جسد يعني وأنه فعلاً اتصلب ورأوا أثار الجراح في جسد يسوع المسيح حتى في حديثه أنه سيرسل الروح المعزة الروح القدس لكن مش رح يتم إلا ما يموت ويقوم ويصعد إلى السماء ثم يرسل الروح القدس وطبعاً أيضاً اتكلم للتلاميذ عن الاضطهاد اللي رح يواجهوه من خلال إيمانهم بيسوع المسيح بكل ثقة وبكل أماني أيضاً موسيقى